لكن أسباب التعادل بالنسبة لي بتكمن في عدد من النقاط أول نقطة من وجهة نظري من وجهة نظري يعني كواحد من جمهور النادي الأهلي وإحنا برنامج التريند يا جماعة إحنا سوشيال ميديا وجمير النادي الأهلي ومنتكلم بلسان حال الجمهور أول نقطة حتة التشكيل طبعا لعيبة كلها مميزة ولعيبة جيدة جدا وأي حد يلعب ومفروض يقدل مطلوب منه لكن التغييرات العديدة اللي حصلت في التشكيل ممكن تكون أحد الأسباب اللي قدت لك عمرنا ما حنتدخل في قرارة كولر هو أضرب كل شيء ويمكن العزر الوحيد حتة الروتيشن بس الروتيشن كان ممكن يبقى يتعامل في حدود لأنت فعلا عندك ضغط مطشط كبير لكن هل التعادل ده يقلل من كولر؟ لا طبعا بس هو يدي درس كولر هل التعادل ده معناه أن كولر لا ده مدرب مش عارفه؟ لا طبعا مدرب كبير جدا جدا وانطلاقته رائعة وممتازة حتى لو تعديلنا مبارح هي انطلاقة ممتازة عن نادي الأهلي ومدرب بيدي مؤشرات إيجابية للغاية لمستقبل الفريق بإذن الله مش بس مجرد من خلال المباريات لا من خلال أمور وكواليس كتيرة جدا ممكن الكل ما يبقاش عارفها أو المعظم ما يبقاش عارفها بتحصل يعني من خلاله يعني فبالتالي نحط كل حاجة في وضعها الطبيعي زعلانين جدا على هذا التعادل جدا بس مش هنوف عنده هنفكر في اللي جاي لأنه لسه التحديات مستمرة ولو احنا يا جماعة كان عندنا مثلا 3-4 بطولات في الموسم أهوزادهم بطولة كاس عالم الأندية ويا بطولة انت مش رايح بس يعني تمثل مصر أو أفريقيا بشكل يشرف بس لا طبعا انت عايز تعمل حاجة كبيرة وانت اطموحك في كاس العالم كبير وانا حاجة الجزئية كاس العالم بس خليني الأول أقفل مباراة فيوتشر مبارا من ضمن كمان الأسباب وجهة نظري ووجهة نظري الكثيرين ممكن التأخر نوعا ما في بعض التغيرات لكن برضو دي قرارات كولر بندعمه وبنسنده وكل حاجة مفيش أي مشكلة خالص وكل ده وارد فكرة القضب لكن اللي أنا بسطني ومطمنني بشكل أكبر هو غضب كولر الواضح بعد انتهاء المبرأ واللي كان واضح أكتر في المؤتمر الصحفي وبعد الكواليس الأخرى اللي حدثت فيما بعد هذا اللقاء مش هتكلم عنها لان احنا هنا بنتكلم في الإطار الرسمي لما يكون في حاجة رسمية من قبل النادي أكيد حدث لعن أقولها لكن حاليا ما فيش أي حاجة رسمية لكن الكواليس عشان أطامن برضو جميلة النادي الأهلي لا فيه أمور حصلت من كوبا الكولر بتنم وبتعكس مدى غضبه الكبير بسبب مستوى الأهلي انبارح فيه مباراة فيوتر ودي بالنسبة لي حاجة إيجابية مستلبية بالعكس دي حاجة مطلوبة جدا من مدير فاني فده معنى ايه؟ معنى ان ده مدير فاني كبير ومميز جدا من ضمن كمان الأمور اللي قدت لهذا التعادل ضربة الجزاء اللي أهضرها محمد مجدي أفشا وهنا لازم نقف بشكل مهم جدا عند النقطة دي تحديدا لأن كولر بنفسه في المؤتمر الصحفين بارح تلعقال أنا مش عارف إيه السبب اللي خلي أفشا يشوت ضربة الجزاء ففي ناس هتاخد التصريح ده في منطلق أو في طريق الهجوم على أفشا زعلانين ان ضربة الجزاء ضاعت ولو كان شاط علي معلول كانت ممكن تضيع بس أنا كواحد في الجزاء الفاني مثلا مثلا أو كلعيب في الملعب لا أنا هلتزم هلتزم بإيه؟ بالترتيب الترتيب بيقول إيه؟ علي معلول وده اللي قاله كولر مبارا هل ده يقلل من أفشا؟ لا بس أنا برضو لو ما كان أفشا ما كنتش هتصدى لضربة الجزاء دي نظرا للضغوط الكبيرة جدا الملقا على عطيك كأفشا عندي حاجات كتير عندي كلام كتير في ناس بتحاول تخلق حالة من حالات الجدل ما بين أفشا والجماهير وكلام من ده والكلام ده بإذن الله مش هيحصل بإذن الله مش هيحصل لأن أفشا العيب كبير والتوفيق وعدم التوفيق ده وارد في كرة القدم جدا وكان ممكن أي حد يشوت ضربة الجزاء والديع كل ده وارد بس تاخد بالأسباب دايما انترى ما فيه ترتيب يتنفذ الترتيب ده إلا إذا علي هو اللي إيه؟ يعني قال أنا مش جاهز نفسي نشوت ضربة الجزاء دلوقتي فدخل أفشا بس برضو فيه ترتيب أنا كان بقى أفشا مركز ثاني ثالث في الترتيب الله أعلم فدي برضو من ضمن الأسباب اللي قدت لي تعادل الأهل مبارح طيب أكلمك على سبب آخر ولا بكلمك عن السبب ده ما تقولش بقى ما تعدش تعلق لي شامعة التحكيم وكلام من ده لأ أنا أول حاجة بتديد بيها معك في الفكرة دي إيه؟ إن إحنا اللي غلطانين في المطش إحنا اللي قصرنا إحنا نستحق التعادل ونستحق التعادل عن يعني عن جدار والفرقة وجهاز الفني بصة لو ترك سلبيات قد إيه؟ يهو اتكلمت أهو لكن تعال بقى في الجانب التحكيم والكابتن أمير كابتن أمين عمر مش أمير عمر كابتن أمين عمر والفار كابتن سيد شعبان والكابتن محمود أبو الرجال يا جماعة أبوس إيديكو أي فريق في مصر في الدنيا ليه حق 100% ادي له 100% ما تدوش 50% بس هتقولني يعني أنت بتتكلم والراجل طرد لك عمر كمال عبد الواحد ومديك ضرب جزائه ومديهم لي من عنده يعني؟ لا ده حقي ده حقي واحد يستحق الترد عمر كمال عبد الواحد هو العيب كبير جدا بالمناسبة يعني يستحق الترد الترد أو كده الحكم جب عليها مثلا أو الحكم يعني جميلني؟ لا مش محتاج الحاجة الثانية ضرب الجزاء مستحقة طيب أهو لعبة عمر كمال قدامكم هيا دي فيها نقاش؟ هل هنا أمين عمر؟ جامل النادي الأهلي؟ لا طبعا ضرب كارتة أحمر تدخل بكارتة أحمر طيب ضرب الجزاء برونو سافيو اللي شاطها أفشح ضرب الجزاء ومش ضرب الجزاء على ساعة سامير؟ ضرب الجزاء مليون في المية اللعبة خطر أو صراحة تدخل عمر هو أكيد مش قصده بس هي تتحسب كارتة أحمر لازم لازم تمام؟ ضرب الجزاء بتاعت برونو خش على بعدها عمر ضرب الجزاء بتاعت برونو سافيو ضرب الجزاء صحيحة مليون في المية هل جاملني فيها أمين عمر؟ لا هستحقها ليه ضرب الجزاء؟ بغض النظر بقى ضعت مضعتش ليه ضرب الجزاء؟ حلو؟ فاتحسب طيب إيه اللي ليه وما حسبوش؟ وليه ما حسبوش؟ تعال اتكلم معاك فيه كرة بتاعت غنان محمد في تدخل مشابه جدا لتدخل عمر كمال على لعب النادي الأهلي في الكرة دي أعتقد مين السلية يا جماعة عالمين فكروني؟ الكرة اللي فاتت فيه كرة بالضبط على محمد عبد المنعم فيه كرة بقى حصلت مع عمر السلية من غنان محمد كرة أحمر ما فيهوش نقاش هي 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 ليه ما فكرتش تديله الكرة الأحمر؟ هل عشان؟ هل عشان؟ هو خلاص أنا تردت بقى واحد من فيوتشرف يا جماعة كفاية بقى أنتوا النادي الأهلي برضو مش مهم ما تديكوا حقوقكوا بشكل كامل؟ لا التصرف ده في إطار الاحتواء ده تصرف في إطار الاحتواء والمصطلح اللي احنا عشناه سنة اللي فاتت وواضح ان احنا بنعيشوا حد دلوقتي يا سيدي بعد إذنك لما يكون ليه حق الدهولي ما تدينيش جزء من حقي فدي واحدة التانية لعبة علي مع لول الكربز تتعرض قدام حضراتكم دلوقتي ضرب الجزاء واضحة وصحيحة مية في المية ما حسب تهليش ليه؟ أصل ممكن يكون فيوتشر مطلوب من عندهم واحد وأنا مش عارف يعني خلاص انتوا بتلعب 11 روما عشرة فيا جماعة ما عليش يعني نحتويهم؟ ده برضو كلام غير مقبول ده كلام غير مقبول أهي اللقطة زي ما حراركم شايفين أهي فدرب الجزاء ومش درب الجزاء درب الجزاء طب تعالى للشوك التالت أو الجزئية التالتة وقت الضايع في المبررة بالتحديد الشوت التاني الشوت التاني وقف كتير جدا ومع ذلك أمين عمر حسب 8 دقايق حلو بس المطش وقف أكتر في اللعبة بتاعة برون سامبيو ضربة الجزاء حسب التنادي الأهلي بداية من دقيقة 87 وشوية لحد دقيقة كامل وقت بضل ضايع للدقيقة الرابعة من الوقت بضل الضايع فلو وقت بضل ضايع 8 دقايق ديف عليهم الدقيقتين اللي قبل الديقة 90 هادي 10 دقايق هادي 10 دقايق واربع دقايق ما تلعبوش من الوقت بضل الضايع تمام يبقى دي كده ليه كام 6 دقايق اتلعب كم دقيقة اتلعب كم دقيقة هل الأهلي خدوا الوقت الضايع كله في الشوت التاني لا انت بعد الديقة التامنة من الوقت بضل الضايع لعبت دقيقة ونص وصفرت هو هل مش من حق الأهلي أو أي فريق في الدنيا انه ليه وقت بدل ضايع يكمله لآخر ولا لأ هتقول لي أصلا حسب لك ضرب الجزاء بقى وضعت ويعمل لك يتالي لأ الديني ورده حق حتى لو ضربت الجزاء جاي جات الديني ودي حق الفرقة التانية فدي برضو من ضمن الأسباب اللي قدت للتعادل بس مش ده السبب الرئيسي عشان نبقى صرحة كده واضحين مع بعض لا احنا السبب احنا كنادي أهلي كفرقة في الملعب كجائز فني احنا السبب للنتيجة الحالية بس تاني او نتيجة الأمس مش هنقف عند النتيجة دي وحنفكر فيما هو قادر طيب اشتركوا في القناة